اشتركوا في القناة استقبل إن شاء الله أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من سكان هذه المناطق بالضبط عبد الرحمن مشاهدين الوزارة التربية تسعى دائماً لتوفير الخدمات التعليمية في بيئة تكون مريحة وتتناسب مع مطلبات المرحلة القادمة وأيضاً عشان نفصل أكثر عن هذا الموضوع ومدى جاهزية مدارس مدينة مطلع يسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس محمد غالب الخالدي الوكيل المساعدة المشاهد التربوية والتخطيط في وزارة التربية صباحك الله بالخير وحياك الله بغير تقولكم صباحك الله بالخير حياك الله بالنور حياك الله بداية نرحب فيكم ومرحب بسادة المشاهدين من خلال تلفزيون دولة الكويت برنامج صباح الخير يا كويت يا حياك الله مهندس وهذه الساعة المباركة وإن شاء الله نسمع منك كل أخبار مفرحة إن شاء الله لأهالي المطلع وتحديداً ما يخص العملية التعليمية والمدارس الموجودة هناك قبل هوا كنت قاعد أقول لك أنه ما شاء الله معظم الشاب فريق عمد صلح الخير كويت يعني يا عنده أحد من أهل يبني في المطلع ولا عنده بيت في المطلع ومعظم هذا الجيل ما شاء الله الكل متجه إلى مدينة المطلع هذه المدينة الكبيرة فنبي منك بعض المعلومات حول جاهزيتكم إن شاء الله للمدارس مدينة المطلع هناك تنسيق مستمر ما بين وزارة التربية في مؤثلة في قطاع المنشاة التربوية والتخطيط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في إنشاء هذه المدارس اليوم في إنشاء عشرين مدرسة مبدئيا من قبل المؤسسة تم استلام بشكل رسمي خمسة عشر مدرسة من المؤسسة طبعا يتم الاستلام بعد إيصال التيار الكهربائي والمياه والآن جاري تنفيذ خمسة أخرى بالغريب العاجل إن شاء الله بإذن الله يتم استلامها بعد إيصال التيار الكهربائي لهذه المدارس في مدينة المطلع جميل واللي عرفه أن النماذج مختلفة عن النماذج القديمة وأنه فيه يعني شكل هندسي جميل وتكامل لمسألة التعليم والتربية وكل شيء سوينا في المبنى فشل الفلسفة المتابعين في الوزارة أولا في المؤسسة الإسكان هي اللي قاعد نفذها الشيء هناك طبعا تنفيذ المؤسسة مختلف عن التنفيذ في السابق الآن فيه أنظمة حديثة أنظمة الطاقة الشمسية أنظمة الـ BMS اللي هو الـ Building Management System إدارة تشغيل المبنى اللي يوضع فيه داخل المبنى في المدارس من خلال المؤسسة أو من خلال وزارة التربية فالأنظمة الحديثة هي تخدم هذه المبنى بالإضافة إلى أن هناك استخدام ممرات واسعة يعني فيه تطور مع الوقت أو حسب الحاجة للمدينة المطلع للمدارس حلو، يمكن بعض الناس يتساءلون عن مراحل تشغيل المدرسة اليوم بعد الاستلام وهناك فرق ذكرتها قبل شوية ما بين مرحلة الاستلام ومرحلة التشغيل نعم فنوضحها للمشاهدين نعم هو طبعا مرحلة الاستلام قطاع المنشاط القطاع الهندسي بعد الاستلام من المؤسسة هناك تشغيل لقطاعات الوزارة متمثلة في القطاع الإداري وقطاع التعليم وقطاع التوريدات طبعا القطاع الإداري بداية يعين حراسة لهذه المدارس للحفاظ على سلامتها بعد ذلك يتم من خلال قطاع التعليم تحديد تشغيل كم مدرسة اليوم أنت استلمت خمسة عشر احتياج من خلال الرقبات وطلبات التسجيل يحدد هو يحتاج كم مدرسة يشغل في مدينة المطلع من الظاهر بالنسبة لنا الآن أنه سيتم تشغيل لجميع المراحل سبع مدارس في مدينة المطلع حسب الإحصائيات طبعا التعليم العام بعد ذلك يتم تنسيق مع القطاع الإداري في الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية لتسجيلهم في هذه المدارس نعم عندنا هذا اللي نشايفين هذه الطاقة الشمسية الحديثة الأمانة تتميز هذه المدارس اليديدة اليوم بالتصميم الحديث والمواكبة لأن تكون صديقة للبيئة أيضا والمساحة عبد الرحمن عندما أرى الطاقة الاستيعابية في دراسة الطاقة الاستيعابية تكون أكبر وتعطي لسنوات طويلة جدا لاستيعاب أعداد أكبر على حسب المراحل ومدى السنوات عن موضوع الطاقة الاستيعابية المدارس مهندس محمد وكثافة الطلبة في هذا المدارس ممكن المدارس القديمة المناطق القديمة الحجب مالها أو المساحة البنيان مالها تكون أصغر الآن هذا موجود فيه في المشاريع الجديدة نعم الطاقة الاستيعابية في المشاريع الجديدة حاليا هو من 700 للمراحل الابتدائية ويزداد في المرحلة الثانوية توصل إعداد طلبة 900 طالب في المرحلة الثانوية طبعا من خلال استخدام الممرات الواسعة وعدد الفصول وفصل الإدارة وفصل المسرح والمسجد فهي مساحة المدارس هي اللي يتخدم خصوة خاصة في المدن الجديدة شنو عندنا شيء اليوم في المدارس في المنطقة الحديثة مو موجود في المدارس القديمة شيء قاعد حاولون أن يكون توفرون في كل هذه المدارس نعم هو طبعا مثل ما شاهد المشاهد أن الطاقة الشمسية هذه حديث يخدم المجتمع بشكل عام لأنه يوفر طاقة بالإضافة إلى أنظمة اللي هو الإضاءة لتوفير الطاقة بالإضافة إلى أن عمليات الأمن والسلامة الموجودة وطبعا في هناك مدارس يقوم بتنفيذها قطاع المنشاة التربية والتخطيط هي تكون فيها صبورات ذكية وطاولات ذكية فهي الأنظمة الحديثة هي اللي قاعد نحرص عليها طبعا المواقف المعلمين والهيئة الإدارية تكون داخل المدارس من الأشياء هذه اللي قاعد نسنع يمكن فيه شيء مهم ذكرنا قبل شوي اليوم؟ الكاميرات المرغبة اليوم شيء مهم يمكن في حفظ الأمن اليوم ومعرفة منه اللي حضر منه ما حضرها يعني مراقبة سير العمل أو غير تتقلم من الخلافات اللي تسير مثلا بين الطالب الهوش نسميح أنهوش نحن صحيح هو طبعا جميع الأبنية اللي يتم من خلال قطاع المنشاة التربية والتخطيط الآن يتم فيها الأنظمة اللي هو أنظمة المراقبة بشكل عام للمدارس ويوجد الآن حتى في المدارس القديمة الآن فيها أنظمة وهناك من خلال إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية تتابع عقود اللي هو تركيب الكاميرات في جميع المدارس ومهم مثل ما تفضلت الكاميرات الآن لمراقبة المبنى وتصرفات من الطالب لحفظ حق الطرفين الكلام عن المطلع قلناه وإحنا يمكن استوفى للمهندس وستاذ محمد عن المطلع لكن هناك الآن حديث أو منشأتين في منطقة تعتبر قديمة ومو جديدة اللي هي صباح الناصر وأنا قد أشوفه بالفيديو الآن مهندس محمد أعتقد عندك تعليق ووصف لهذه المنشأة هذه المنشأة طبعا هي تنفيذ كامل من طاع المنشأة التربية والتخطيط هو التصميم والتنفيذ في وزارة التربية طبعا الفرق ما بين تنفيذ المؤسسة وتنفيذ وزارة التربية المؤسسة تنفذ في المدن الجديدة ووزارة التربية تنفذ في المدن القائمة على سبيل المثال صباح الناصر اليوم تم إنشاء مدرستين مرحلة متوسطة في صباح الناصر طبعا هذه المواقف مثل ما يشاهد المشاهد فهذه المواقف خاصة للموظفين والهيئة الإدارية طبعا فيها أنظمة مثل ما تفضلنا بالسابق أنه أنظمة حديثة ومتطورة طبعا تضليل للساحات هذه الساحة فيها طبعا المسارح فيها المسجد فيها الفصول وسعتها وهذه الملاعب الخاصة في الطلبة حتى فيها موجود للتنس حق الطلبة هذه المدارس تنفذ من خلال قطاع المنشآت التربوية والتخطيط بينما المؤسسة لا تستكمل نحن نقوم باستكمالها في المرحلة الساقبة واليوم في تنسيق ما بين وزارة التربية والمؤسسة على أنها في التصاميم الحديثة بالمستقبلية تتم بالطريقة هذه أنا لفت نظر بالمسرح أن هناك ساون سيستم كامل وأجهزة البروجيك فر الكشافات نعم نظام كامل حتى المساجد صممت على أنظمة إسلامية وشكل إسلامي هذا التمييز هو اليوم يرتقي بالعملية التربوية والتعليمية إذا وفرت البيئة المناسبة للطالب أن يرتاح فيها سيقعد أكثر ساعات بعد دوم يقعد المدرسة أنا سمعت ماذا المعلومة يأكدها المهندس محمد عن مسألة أننا متعودين قبل على الكراسي الخشب والطاول الخشب بأن هناك توجه تغيير هذه الآلية وهذا أيضا من اهتمامات وزارة التربية تحديدا من قطاع التوكيل مساعد فيه في توفير الإمكانية وتسهيل كل ما يحتاج الطالب أو حتى المعلم مهيد مريح يصير نعم يريح نعم نعم هذا كان مريح سرعا نعم لا هو قطاع التوريدات عندنا متمثلة في القطاع المالي هو يسعى الآن لعمل حتى المدارس الجديدة توفير أثاث جميع المدارس سواء للطلبة أو الهيئة التعليمية لأنه هو تجهيز هذه المدارس بالأثاث يعني عملية تحتاج وقت ومجهود من خلال العقود التي تنفذ من خلال المواصفات الحديثة ومتطورة فحريص دائما يعمل على أن تطوير عقودة ومواصفاتة فيما يخدم أبناءنا الطلبة وأيضا يخدم سلامة الطلبة لا يوجد شيء الاحتمام بسلامة أبناءنا الطلبة مهندس محمد مهم جدا وهذا الشغل يشغلكم ضمن مشاريعكم في هالجزئية جديدة في مسألة سلامة الطلبة توفير أكبر سلامة لهم وأأمن مثلا في المنشأة أو في المرفقات في المنشأة طبعا نحرص حتى مع المؤسسة بتنسيقنا المستمر وياهم إنها مثل السلالم وارتفاعاتها المناور التي توضع في المدارس لا تكون واطية تكون في ارتفاعات عرض الممرات المداخل والمخارج للطلبة تكون أكثر سيف وأمان فإحنا في تنسيق ما بيننا وبين المؤسسة نحرص أن نأمن بالبداية سلامة الطلبة بس همشي الملاعب لأن أكثر شيء عليها ضغط ليل نهار صبح عصر وأعتقد يستبدون منها بالصيف هكي يشير فيها أنشطة صيفية نعم هذا التوجه الجميل ومعظم المدارس اليوم على أنهم مفرون بيئة مناسبة للعب خارج الصفوف الدراسية بأن تكون هذه المناطق أو المساحات الخضراء تكون مناسبة لكل أطفال لأنهم يلعبون ويستنسون في هذه المدارس فريدنا أن نتكلم عن اليوم المدارس هل هناك مدارس جديدة ستنفتح في غير مدينة المطلع لو نتكلم عن جنوب البلاد أو شيء نعم نحن طبعا في مدارس غير مدينة المطلع اليوم تكلمنا في مدينة المطلع سوف نفتح سبع مدارس بالإضافة إلى أربع مدارس في منطقة الأحمدي التعليمية وأربع مدارس في قرب عبد الله مبارك وفي أربع مدارس سوف تفتح في جابر الأحمد إعادة تشغيل طبعا المدارس بالإضافة إلى عندنا مدرسة أو روضة في ساعد العبد الله سوف يتم إعادة تشغيل طبعا دائما نتكلم عن الكثافات مدينة الأحمدي هي أعلى الكثافات عدد المدارس في مدينة الأحمدي عندنا بشكل عام 204 مدرسة بينما أقل الكثافات هي منطقة مبارك الكبير التعليمية عدد المدارس في منطقة مبارك التعليمية هي 103 مدرسة بينما الجهرة اليوم عدد المدارس فيها 128 مدرسة بالمستقبل طبعا راح يزيد الأعداد من خلال مدينة المطلع في إجمال مساحاتها وأراضيها وعدد مدارسها بالإضافة إلى حوالي فيها 113 العاصمة فيها 168 الفروانية فيها 174 مدرسة فمن خلال هذا يبينك الكثافة دائما في المدن الجنوبية أكثر عدد وبالمستقبل راح يكون في مدينة الجهرة اللي هو الآن معاها مدينة المطلع طبعا من ضمن الشغل الشاغل للأسرة للأب أو الأم هي مسألة تسجيل الطلبة خاصة أفهم في مسألة استقبال عام دراسي جديد نهاية عام دراسي لكن آلية تسجيل للطلبة انتقال النقل من منطقة المنطقة ومن مدرسة المدرسة هذه الجزئية مهمة سيد محمد أود أن يتوضحها للمشاهدين لأنها تشغلهم بعضهم لا يعرف تاريخ بالضبط من خلالكم نطمن السادة المشاهدين أن قطاع التعليم العام هو حريص على أن يكون العملية منظمة طبعا هناك بداية دوام قبل الدوام الطلبة لأكثر من أسبوعين للهيئة التعليمية والهيئة الإدارية نحن حريصين أن نسكن الآن بعد ما يتم الاستلام رسمي وتشغيل نسكن المدير والمدير المساعد لتسهيل وتدليل العقبات الهيئة الإدارية الهيئة الإدارية لتدليل العقبات للأهالي وبإذن الله سيتم الإعلان عن ذلك من خلال موقع الوزارة ونحن إن شاء الله نطمنهم وحريصين القطاع التعليم في تسهيل جميع العقبات أول شيء عندكم الأولوية للهيئة الإدارية أنهم يدومون ويعرفون مكنهم وكل شخص يدل مدرستة ومكانها بعد ذلك يتم الإعلان عدل عن النقل للمدرسة أو للطالب من يذهب لمدرستة فهل سيكون إن شاء الله هناك تواصل مع أهالي المطلع بأن هناك رابط لهم أو شيء يسجلون فيه أو تعرفون سكان المطلع أو شيء شريع نحن قطاع التعليم العام متمثل بالمناطق التعليمية كيف عرف أنه يحتاج إلى افتتاح 7 مدارس من أصل 15 مدرسة من خلال التواصل مع جميع الأهالي من خلال المدارس واتواصل معهم من يرقب في التسجيل في مدينة المطلع بناء على هذه الإحصائية تم الافتتاح لهذه الأعداد كذلك لو يتم التشغيل فرح يتم التشغيل من خلال موقع الوزارة اليوم واتواصل مع جميع الأهالي قبل بداية العام من يرقب في النقل فإن شاء الله نطمنهم أن قبل بداية العام الدراسي سيكون قطاع التعليم حريص إن شاء الله معهم لتسجيل أبنائنا الطلبة في المدارس واحدة من النجاحات عبد الرحمن لهذا القطاع بأنه كان قبل مثلاً عشر مدارس على أن وصل العشرين وتوقع أنه في المزيد والمزيد في القادم سعيدين جداً بحوارك سيد محمد إذا في كلمة ودك توجهها سواء للأولياء الأمور أو حتى للسادة المشاهدين بشكل هذا نحن بداية نشكركم ونشكر السادة المشاهدين على استماحهم لهذا اللقاء طبعاً التعليم يجب أن لا يقف والتعليم أن الحمد لله نحن في أمان وسلام في بعض الحروع والدول فيها حروب وزلازل فنحن حريصة وزارة التربية أنها تدليل جميع العقبات لأبنائنا الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية ونتمنى التوفيق إن شاء الله والسلامة مع بداية العام الدراسي القادم أكيد طبعاً التعليم رسالة لبناء مستقبل وطن التعليم هو مستقبل هذا الوطن ولا شك على أن اليوم وزارة التربية قاعدة تكون على أكمل وجه في توفير أحسن بيئة أو أنظف مكان وأرتب مبنى لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلبة في هذه المناطق الجديدة هذه كانت البشرة اليوم والأخبار الجميلة من المهندس محمد غالب الخالدي الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية معلومات جميلة فرحنا فيها لأهل المطلع لأهل المطلع أكيد ولكل أكيد أهالي باجي المناطق مثل ما ذكرنا في صباح الناصر وغيرها من مناطق قاعد تخطو على نفس هذه الخطأ في بناء مدارس نموذجية تتميز وتتفوق وتنافس إن شاء الله بعضها البعض داخل الكويتر لذلك نكمل هذا الحديث مع مشاهدينا لكن بفقرة أخرى وهو عن التفاعل ما بعدنا عن التفاعل دائما تفاعل جميل في الحياة تفاعل بمتى هو يكون ولقل ما يقال لشيء كان إلا وتحقق كلنا مشاهدينا نبي الأفضل وأيضا السر في التفاعل لازم تكون أنك أنت دائما بيروح معنوية عالية عرفنا بالفقرة أو راح نعرف بالفقرة القادمة مشاهدينا بس مرتبطة مرتبطة نحن تفاعل نحن بهاللقاء وإن شاء الله بنتفاعل معكم وانتفاعل مع الجناعة يشدوننا عن هذا الفقرة وعن التفاعل وبالضبط متى يكون التفاعل يقل أو يكسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة